أنا رح شلم اليوم ريشالة رشمية للملك سلمان بن عبد العزيز رحط ريشالة بشندوق البريد السفارق بيشتق خون مواجهة للملك سلمان شخصيا ومكتوب عليها إسمي كمان من دون بشملة ومن دون اشتئذان أوجه إليك خطابي خطابة واحدة من هذا الجيل العربي الحر يا سلمان أخاطبك مباشرة ومن دون تمهيدات وشروح وبيان فالأمر واضح وكثر الكلام والتبرير يدل على ضعف الإيمان وأنا إيماني راسخ بقضيتي قضية المواطن العربي والمواطنة العربية وأنا كفر عميق جدا بمسرحياتك السياسية المسألة باختصار السياسة السعودية مبنية على إحانة الإنسان حتى نقي العظام هذه هي القضية وأنا مواطنة سورية عربية من عائلة مسلمة سنية أحتاج لأن أدرع الأخطبوط الوهابي تنفث سموم إسلام المزيف إلى الدول العربية والإسلامية لم تعد معادات نظامكم السياسي للحرية والديمقراطية مشكلة داخلية سعودية أنا المواطنة العربية أحتاج لأن كل المؤشرات تدل على أن جذور تخل في صعوبنا مغروسة بين مساجدكم ومراكز تدريس الشريعة الإسلامية فتيل الحروب الطائفية التي زعزعت منطقتنا تم إشعاله في مكان ما بين قصور آل سعود ومقر جامعة الدول العربية هذه هي بكل بساطة القضية إذا حاول مواطن سعودي فتح الملفات إبداء وجهة نظر شخصية الاحتجاج على حبس جيل بأكمله في زنزانة فكرية الاعتراض على تعميق الهوة بين المسلمين وبين صعوب الكرة الأرضية كان نظامكم سريعا بإلصاق التهمة الخطيرة اجدراء الذاتي الإلهية نظامكم يا سلمان لا يطقن إلا لغة السيف رجال حشيتك يا سلمان لم يقوموا بعد برحلة تاريخية ما زلتم تعيشون في زمن الغزوات مخططات التوسع وحروب الردة وتستعملون كل أسليب القهر والإكراه اللا إنسانية لم ينضج نظامكم بعد يا سلمان لم تعتنق المدنية لكننا أصبحنا كثيرين نحن الذين فطمنا عن حكاياتي وأساطير الأولين في القرن الواحد والعشرين زمن العلم والمعلوماتية لم نعد نصدق أن تفكير والتغريد والتدوين يهز عرش الرحمن يجلب الطوفان يغضب الرحمن الحقيقة واضحة يا سلمان ما يسمى في مسرحيتكم السياسية قانون زراء الأديان ما هو إلا استفاقة الجهلية ملاحقة عبيد السلطان للهاربين إلى برار الحرية بطل حاكم والمفتي العام للحفاظ على الامتيازات السلطوية من يجلس اليوم خلف قدانكم الفلذية لم يخرق أي تقوانين عقلانية لم ينشر فكرا عنصريا لم يأمر بضرب النساء لم ينضم إلى المرتزقة الداعشية لقد طالب فقط ببعض الهواء بعض سطور النثر وبعض بيوت الشعر عن الحياة خارج الأسفار ويصبح الإنسان حكاية منسية حقا إن الكتابة الحرة في منطقة الشرق الأوسط مغامرة بطولية من يكتب الكلمة المتمردة اليوم يعلم أن سكين الجزار تهوى ذبح أي نص لا يشتر الدراسات الفقهية تجز رأس كل من يحلم بمدينة فاضلة يجتمع فيها الرجال والنساء في الساحة العامة لسماع القصائد الغزلية فعل الكتابة الحرة في صحراء العرب أصبح بقدرة قادر من آل صعود شبه عملية انتحارية أصبح الصوت أعمى حتى أنه لا يهوي على ظهر رسول الله محمد لو نزل من سمائه على أرض السعودية في زمانك يا سلمان عين النبي تبكي على حال بلاده على الأوضاع المزرية في شبه جزيرة العربية هذه هي ببساطة القضية هل تمكنت الآن من لفت انتباهك؟ أيها الملك سلمان أعلم أعلم جيدا أن مشاغلك وهمومك كثيرة الحرب السنية الشيعية النزاعات الإقليمية اللقاءات العربية والدولية القيمة السعودية الصينية طريق الحرير البحري للقرن الواحد والعشرين والشؤون البترو كيموية ولكن ماذا عن الإنسان في القرن الواحد والعشرين؟ ماذا عن المواطن العربي والمواطنة العربية؟ ماذا عن الأمن القضائي للأفراد من الأحكام القضائية التعصفية؟ ماذا عن حقوق الجيل الشاب بالمشاركة الفعلية في الخيارات الشعبية؟ لست أول من يطرح هذه الأسئلة المهمة وأعلم أنك أجبت عليها بالجملة بجواب واحد مكرر في تصريحاتك الرسمية عندما تجيب على هذه الأسئلة يا سلمان تشدد دوما وأبدا على ضرورة احترام المبادل التي أرساها ميثاق الأمم المتحدة طبعا بعض ترديد بعض كلشيهات الفكاهية عن جهود مملكتك لإحلال السلم والاحترام التعددية وأشياء من هذه القبيل وما هي المبادئ التي أرساها ميثاق الأمم المتحدة والتي تشدد عليها دونا عن غيرها نعم إنه مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية وهذا بدون شك أسلوب ذكي لتجنب مزيدا من الأسئلة ولإغلاق الباب في وجه الاحتجاجات الدولية ولكننا أحرار العالم العربي قد فضحنا هذه اللعبة الكلامية منذ جمن بعيد وأطالب اليوم باسم الأحرار بتسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية الحقيقة الواضحة الجلية هي أن نظامكم التيوقراطي قد انتهت صلاحيته الزمنية إنه يخرق يوميا المبادئ التي أرساها ميثاق الأمم المتحدة وروح السلام خياراتكم من سلة القوانين والأخلاقيات الدولية نفعية وانتقائية ولكن يا سلمان الدولة في العصر الحديث ليست شركة تجارية استثمارية وحقوق الإنسان العربي ليست بضاعة للعرض في المزادات العلنية والسرية هذه هي ببساطة القضية هذا هو احتجاجي هذا هو اعتراضي ما هو يا ترى حكم قضاتك على طلاقة اللسان يا سلمان هل سيحكم قضاتك علي بألف جلدة وبالسجن والغرامة كما فعلوا بالمدون الحر رائف أم لعل جريمة هذه أكبر من طلب بعض الهواء للتنفس فيه ربما أستحق الإعدام الإعدام بطريقة قروسطية كالشاعر الحر أشرف أنا كتبت السجن هو كتب الشعر وبعض الأنغام الكلامية قد تكون مهينة للذات الملكية أسألك يا سلمان يا زعيم التحالف الإسلامي ضد الإرهاب ويا رئيس مجلسي حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ما هو حكمك على من يلقي خطبة سياسية؟ أشألك ولا أنتظر جواباً بلا أنتظر جواباً بل أقول عندما تصبح السياسة عاهرة عديمة الحياء وتسقط شعوب منطقة بأكملها من ركب الحضارة الإنسانية لا يبقى ثمة خيار أمام صاحب الوجدان إلا العسيان لا يصح إلا الوقوف في وجه الطغيان يا سلمان هذه هي بكل بساطة القضية الربيع العربي لم يمضي للقصة بقية فعمودنا الفقري نحن العرب معجون بروح المقاومة ومشقول بالكبرياء وبعد كل هزة أرضية يشتفيق آلاف المكفكرين والكتاب والشعراء هؤلاء الأحرار لا يقومون بالخدمة الإلزامية في القصور الرئاسية والملكية ولا تخرج كلماتهم من حناجر الآباء الربيع العربي لم يمضي فرغم كل حقن التعقييم والبرمجة من الحكومات الدكتاتورية وبعد كل محاولات التلقين والتجين من أوكار الرجعية الدينية بعد كل المحاكمات التفتيشية في دور القضاء العربية السعودية المصرية الأردنية وغيرها ما زلنا نحن أحرار العرب نساء ورجال نرى الصورة بوضوح تام القاضي هو المتهم الحقيقي الشجان مجرم والحاكم خارج عن القانون يا شلمان على رغم من الإرهاب الفكري والتعتيم ما زلنا نحن أحرار العرب نقف منتشبين ندافع عن قضيتنا الإنسانية وللقصة بقية ترجمة نانسي قنقر